قصة دعني لولدي احدى اعمال الكاتب العربي الكبير احسان عبدالغدوس المنشورة من ضمن مجموعته بائع الحب اتهمه مجموعة من النقاد والادباء على رأسه من الاديب الكبير فؤاد الجندي ان عبدالغدوس اخذ القصة كاملة بنصها وابطالها واحداثها وجوها من اديب اوربي كبير سؤالنا هو ما هو اسم الرواية الاوروبية الاصلية التي تم اتهام عبدالغدوس بسرقتها او تغريد فكرتها ومن هو مؤلفها موسيقى